اشتركوا في القناة احنا كانت واجدوا بعمالة سخيرات تمارا وبالضبط من تراب جماعة الهرهورة والله القسم نتأسف نتأسف للوضع الذي وصلت اليه الهرهورة الكل كان يمني النفس اننا نشوف مدينة سياحية كنا نقول عن انتظار في الخبر الصار لكن شاءت الاقدار ان يبقى الوضع على ما هو عليه دائما مشكل وضع الحار وريضا الخدامة في كل بلاصة في الهرهورة وكأننا عندنا مشكل غير ديال القوات في الوقيت اللي كانوا الناس عندهم حفار داخل الفيلات ديالهم اليوم وانا كانت واجد في الجانبات ديال كورنيج ديال الهرهورة اللي تقدموا اخارا بولا شعلة وربع الله ما كانش لمواكبة والاصلاح والاكتر من هذا كان قول لكم بارتاجي والفيديو لكننا كان ادروا الامور العشوائية ودور الصافيح فهذه رها من بين الطرقان اللي كانوا وسط الاحياء ديال شاطئ كازينو للأسف الشديد نص قودرون ونص طراب وغايز كما كتوضح الصورة واش هذا هو الاصلاح اللي كانت سناو واش هذا هو التغيير اللي كانت منناو بالله عليكم واش غدا ولا بعد غدا مني غننظموا كأس افريقيا ولا المونديال ويجيو بعدنا الوجوه والحباب ولكن ادروا على السياحة الداخلية هنا يلجى واحد المواطن من اقا دير وقال غا مش نشوف الشواطئ ديالجماعة الهرهورة ويلقب هاد الحوفر هكا وهاد الحالة وهاد الوضع الكاريت اللي كانشوفو هنا فكنقولو من المسؤول عن هذا الوضع اليوم بغيت كل شي بارتاجي اليوم انتهى زمان العشوائي انتهى زمان الروين هاد الطراب هادا شنو كيدير هنا هاد الشي واش هاد الشي هذا واش هاد طريق واش هانا بغيت نفهم واش هاد الشي عادي الى كان هاد الشي عادي فيدونا ونبهونا الله يجازيكم باخير الى ما كانش هاد الشي عادي فيدونا في التعليق ديالكم وقلوا ان شنو المطالب ديالكم هاد غير واحدة من بزاف وكنت وعدتكم انني غادي نمسينها بطل هرهورة وغنشوف الامور فين وصلت وكيفاش حتى وصلت لهذا الوضع هذا نتساءل فالوقت اللي تبارك الله هناك يعني عائلاتنا تبارك الله على مستوى لكن هل المسؤول ارتقى للمستوى ام لا علامة استفهام عارضة وكبيرة جدا وانا غادي فضل قدرون هذا وغادي في جنب الطريق للأسف الشديد هناك امور يجب امور عجاعتها فالوقيت اللي كنت مننا ونشوفو جرادي ونشوفو منطقة سياحية هنا ما كينوالو كينغد لامو الشوك وروينا تعشق تخرج غيو ليدات كدابة ما كينش فين تخرجهم للأسف الشديد كلنا كنمشوف تيجا اقامة الصباح وحي الفتح باش نلقاو فين نقلسو هنا كينغال حجر الاخوان والطراب واشا نقول لكم الله يدير شي تاويل ديال الخير الله يدير شي تاويل ديال الخير اليوم نناشد الجهات المسؤولة دائما نطالب ونناشد السيد الوالي لأنه لا يعقل لا يعقل أنه ناس تتصابق تتصابق لجمع الأصوات الناس كتجري في الانتخابات من أجل التغيير والوعود وغيرها من الأمور لا أحد لا أحد يشك أن السيد الوالي العقوبي هو من وقف على الطريقة الساحلية من الرباطة العاصمة في اتجاه فندق أرزانا كونراد اليوم كذلك نلاحظ السيد الوالي العقوبي أهبط ومشاه في طريق ديال طريق الفلاح ووقفوا واكب الأمور والعملية في نوصلات واستبشرنا خير والحمد لله نحن لم نقلل من حتى شي موجود ديال شي واحد لكن المطالب ديالنا اليوم لجماعة الهرهورة في قطاع النظافة بعض النقاط وضع كاريتي بعض النقاط كاريتي في جماعة الهرهورة كذلك نتحدث عن المساحات الخضراء والفضاءات كاريتي بكل المقاييس هنا أعمدة كهربائية لشأن أقول لكم شيخ دامو شلة للأسف الشديد كنا نمنى النفس أننا هذا الفضاء نشوفه بحلة جميلة لكن ربما علينا بالانتظار إلى حين تدخل السيد الوالي الياقوبي صراحة اليوم للمنفذ الوحيد أننا باش نشوفوا شي حاجة جديدة أو شي تغيير جديد بعمالة صخيرة التمارة كنا نتمنى أن المسؤولين في عمالة صخيرة التمارة يجتهدوا أخص بالذكر رؤساء الجماعات رؤساء الجماعات بدون استثناء يعني أي واحد ناوي الخير وباغي الخير للجماعة اللي هو كنت أمي لها الله يوفقه الله يستر له هو شي اللي كانت منناه نشوفه ونكون أول المؤيدين وأول المساندين له في التغيير لكن الواقع مر والحقيقة كلام آخر وإحنا على المباشر من جماعة الهرهورة وكأننا بقرية مهجورة كما توضح الصورة ربما القافية عفوية وجهة الأمور كما هذا الوضع هذا اللي كتسمعها الإخوان بدون تنظيم الكلمات هذا أول اللي يعطى الله كانت مننا وأن الناس تفاقوا التوقف لأنها فرصة ذهبية للمسؤولين بالجماعات العشر على أنهم يكونوا في أعلى مستوى ويرتعقون المستوى ذي للتغيير اللي كان نشوفه عليه السيد الوالي ألي عقوبي بغينا مساحات خضراء خاصة نتسنوا السيد الوالي لي عقوبي وواش زرداء وواش زرداء غتغلب مسؤول في جماعة فهذا سؤال كبير وسؤال عريض بغينا له جواب إلا كانت الناس كانت تصابق على جمع الأصوات ربما الحاجة الزوينة والموضئة في جماعة الهرهورة هما رجال تارك الملاكي بالدورية ديالهم والحملات ديالهم الكبيرة من أجل استجباب الأمن هنا بجماعة الهرهورة لكن التغيير لا نجد شيء في انتظار في انتظار التأثير في انتظار تدخل السيد الوالي الياقوبي والله العديم كنشور بعض المدون إلى ما كان سخاوش نجيو منهم شوف وأنا يطريق طريق هنا يشوف كيفاش دير أنا ما فهمت والله ما فهمت غير شيء مقاطع طرقية أنا داخل الهرهورة كاريتة بكل ما تحمل الكلمة من معنى بغيت خوتي كل شيء ببارتاجي الفيديو بغينا الناس بغينا الناس تفاق توقيت شوية تخدم معنا شوية هانتوما الأخوان رمكين ما يتخبوا الشوك عدنا عشوك عدنا عشوك هانتوما كما كنتشوف والله يلقى صام ما كذبت عليكم هانتوما إيه لا كذبت هالإخوان هانتوما هكين عشوك الشوك نايدين وتمنينا تمنينا تمنينا المسؤولين بجماعات الجماعات العشر حنا كنتوا واجدوا في الهرورة تمنينا ملجاة المسؤولين غاي بدعو غاي بدعو ما غايش بدو تشي حاجة ما نجيبهما هانتوما نايد عدنا غايشوك هنا هانتوما الإخوان إلا خبين عليكم شي حاجة انتوما كنتشوفوا كل شي قدامكم إلا قلنا شي حاجة ما كيناش كل شي قدامكم راه ما كينما تخبع تحية الخوي يوسف حركة يوسف ابن مدينة تمارع الشاب الخلوق اللي سهل عليك أخويا والله القاسم لكنا كنتمنا ونشوفوا شي ما نعذر لي يا زوين فهذا المنظر كي بلي غير المنظر دي لردم هانتوما إلا كذبت عليكم الإخوان را كل شي قدامكم الصورة غنية عن كل تعليق هي مراحيد بدون مراحيد ربما الحاجة الوحيدة اللي كتبع ليانا سؤال مطروح واش غادي نشوفوا التغيير فهذا النقطة هدي بجانبات كورنيش كازينو شاطئ تمارا لاش هنقول لكم الله يدير شي تاوي للخير كما قديكم كنتمشي لمدون أخرين كتلقى القعز والعالم دائما دائما ما يوعب على جماعة الهرهورة هنا هو المزوق من برا عشنو أخبارك من الداخل وربما الطريق الساحلية كيرجع للفضل بعض الله عز وجل السيد ليعقوبي والي جاءة الريباط سال القناية طيرا اللي وقف على العملية وشفنا كلها سبت كيفاش كان يضرب الكيلومترات مشين على الأقدام مشين على الأقدام باش نشوفوا التغيير ومشين على الأقدام باش نشوفوا التغيير في شارع الحسن الثاني ومشين على الأقدام باش شفنا الأشغال في شارع علال بن عبد الله ومشين على الأقدام باش شفنا الأشغال في شارع سهل الرون بولاد مطاع من لا يشكور الناس لا يشكور الله فتحي السيد الولي العقوبي وكانت مننا ومن المسؤولين اللي باقي ناسين فيقول قبل ما يفوت الفوت قبل ما يفوت الفوت لان انتهى زمن ديال بقشاد الكورسي وقالس انتهى زمن ديال تربع يديك وتقلس اللي بغى يخدم مالحبابين يزوه فق تافنا واللي ما بغاش يخدم وعنده غيمة صالح شخصية او ما شابه ذلك غير يعطينا التساع لاننا في زمن تغيير بالقيادة الراشيدة ديال صاحب الجلال الملك محمد السادس نصرى والله فرى من العيب والعار اننا كنشوفه بحالة المشاهد الناس كتخسر رزقه وكتخلص الدرائب والنظافة والبيئة والعالم والانعراء وزيد او فين فين هاتشارة ما بينش علينا الاخوان ارى بالمال العام كتغيير الامور برزقنا كتصابو بفلوسك نخلصو بالله عليكم سالي التامة ربغة الريحة 11 عشرات بقايق جنب البحر وما كان ميتشاف الحزر والردم شوفوا الاخوان ربديتكم هيا من الزنقات امه جيت هنا الله المستعان فاليوم فاليوم احنا على المباشر نناشد الجيات المسؤولة نناشد الجيات المسؤولة بالتغيير نعم انها حاوية الازبال صاحبة القبعة اشملون هذا الوردي ما كانش المواكبة المواكبة ما كانش زعم مصلح هانتو ما والله يمشعل ها هانتو ما مشارا دار في الفلاش داك شيش كيبان هاكدا غادي نطفيه انا ونشعلو انا الله المساعد الله المساعد هانتو منشعلو انا ونطفيه انا اهوكي ايب الفلاش الاخوات رغيب الفلاش ايش يعنش العلو الكريتا ما كانش مواكبة الحقيقة دينا الوضع اللي كتعيشو الهرهورا كيلخصو هاد العامود الكهربائي كيلخصو هاد العامود الكهربائي لا الى 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 الناس كما كان الحل بغير يحتوه زبل وحتوه المعرق هنا ما لاحوش في الارض الحقيقة هانتو ما كتشوفوه ها ها كانت تخصص لي فرقة خاصة بالحكان والصباغة وتبقى الجمالية الكورنيش وتلقى العائلات فين تجي ونشوفوا الإبداع ما كينشال إخوان فكنت منه وكنت منه ومن الله لقوا أداني ساغية ونشوفوا شي تغير زوين لأنه كون كان كل واحد كيتكلف غيب القيطاع اللي هو مكلف به أخص بالذكر قيطاع النظافة والقيطاع ديال البيئة والقيطاع ديال الإنارة غادي نزيدو شي شوية وغادي نرشاقيه القدام لكن الصور هنا على المباشر توضح أمور أخرى وتكشف لنا حقائق صادمة للأسف أنا فليسر ديالي الإخوار عدنا البحر هنا عدنا البحر هنا نورمان مو خاص تكون شي حاجة أنا ما عرفتش علش ما كينش الإبداء الأقل يدارو شي كاراسي هنا شي إنارة تكون مزيانة يا هده 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 شوك هده شنو كيدير هنا أنا ما فهمش هده شي ما خاصوش يكون هنا هده شي لم يكتو عليه الإخوان لم يكتو عليه غا تلقاه ودخل الكورني شهنا ولا الحال دياله حال شاطئ الفراس ديال الكورني شتركوا مع عارفين كيف يش دير الوضع تهم فما كينما يتقال صورة غنية عن كل تعليق وما كين عشوكو الدرق اللي ما نتش هنا يا هانتو ما شوف 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 الله العظيم لا تشي كذر في الخاطر أتشي كذر في الخاطر الإخوان أخصين بالليلة كذر في الخاطر أنا طلع هنا شو دنيا كيف اجدير حتى هنا يا صابي ما كينش ما تشلاط الله وقالي غا نقول لكم إن شاء الله وليه في رأسكم الهر هو رمض المع السودعكم والله الهر هو رمض المع لاحظت الصورة هذه ما لاحظت واش يعني اللي شاعش يفول عنده الداخل إن شاء الله وليه في رأسكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يدير شي تاوي ليل الخير ومنعش بأن شي حاجة في هذا الضو رحنا أول وحدين أنكونوا فيه إن شاء الله وغادي نكبروا بكم بطبيعة الحالي لابغيتو تكبروا إن شاء الله وفرأسكم